خلصنا الفيديو اللي فات بعد ما سيزر اتسأل عليك وقال لك انه عايزك في حاجة مهمة جدا ولازم تجيله حالم فده اللي هنعرفه النهار ولو عايز تفهم اللي حصل نزاعك تشوف فيديوهات اللي فاتت هازبه لك في الكومنت ومثبت وفي الوصف تبدأ بقى حالة النهار دا ستا وانت في طريق لسيزر تشوف عايز ايه ضروري فبتروح له وبتاخده معاك للمكان المحدد وبتطلقه على سطح البيت وبتستنوا ناس تيجي وبتكتشف ان رايدر وجماعة كده دول تجار مخدرات فانت مطلوب منك تصورهم واحد واحد ويكون وشوهم باين فانت بتعمل كده وبعدها بيسيبك سيزر وبتنتقل المهمة وانت بتاخد احترام بس بعد كده بتكرر انك تروح للجراج بتاعك فبيبدأ المشهر وبتلاقي ووزي عندك عشان يع عرفك عن الناس اللي انت صورتهم دول وبيبقى اول واحد ده اسمه تورينو والشخص التاني ده اسمه تيبون ميندز والتالت ده اسمه جيزي بي وده ساحب جازينو وبيزبط الناس صفقات الاخو اخو بتاعتهم وبعدها بيعرفك على مكان جيزي بي علشان تروح له وتحاول لك سبسكته عشان تعرف عن صفقة المخدرات اللي ام عايزين يعملوها وبعدها انت بتنطلق على مكان جيزي بي وبلما بتروح بيبدأ المشهد واعم مع نساء شريفة كده طبعا انت عايف نساء يا شريفة يا خلبوس فانت بتبدأ تبليفه بكلمتين اللي هو اي ده جيزي بيب نفسه ده حلم لان نشوفك يا كافتن والله فهو بيعجبه بقى الكلام ده وبيكرر يديك فرصة وبيقول لك تعمله خدمة عشان نشوف كفاقتك وكده هبتبدأ المهمة وبيقع اطلوب منك توصل البيت الشريفة دي اللي معاك لمكان فانت بتعمل كده بعدها بتتصل بيه ويقول له دن يا برو فبيقول لك عايش خش بقى على المكان كده واحد عامل نفسه جامل وابا مال بيشقط البنات بتوعي فان بيقول لك ان في واحد شغال ضرب في البيت بتاعتي فانت بتقول له خلصة وبتروح على المكان وبتقتل اللي موجودين وبتنقذها وبعدها بتتصل على جيزي بيه وتقول له دن فبيقول لك على اخر حاجة تعملها وان البيت اللي وصلتها راجل اخذها معاه وده ما يرضنيك فروح خلص عليه فانت بتقول له خلصة برو وبتاخد بعدك وبتروح على عناك وبعدها بتجري وراها لحدنا وبتدمر اول عربية وبعدها بتدمر عربية طوى كمان وبتبع كده خلصت وبتصل على جيزي بيه بتقول له دن وبعدها المهمة بتخل وانت بتاخد تلات تلاف دولار واحترام بلد رزم الاكشن عن اللي انت عملته كده بعد كده بتكرر تروح لجيزي بي تاني ففي النص ووزي بيرن عليك وبيقولك تبقى الجيل وعايزك في شغل وكده بيقولك عالمكان فانت بتقول له خالصة وتقفل السنة المهمة بتخش لجيزي بي وبيبدأ المشروط اللي قاعم مع تيبون وبيزبطوا الصفقة بتاعتهم وبعدها جيزي بي بيعرف تيبون على سيجي وازيك وازي همك استعمالي وكده وبيبقوا مختلفين على النسبة اللي هتتفزع بينهم من العملية وبعدها بيجي تصال مهم لتيبون فانتوا بتروحوا معا فبتبدأ المهمة وبيبقى مطلوب منك انك تروح لمكان شاحنة كده للمرأبة فانتوا بتروحوا ولما بتوصل بتلاقي ناس سرقت من الشاحنة البضاعة بتاعتكم فانتوا بتبدأ تطردهم بتاخد منهم البضاعة واحد ولا تاني من غير ما تفجرهم وبعدها بتهرب منهم وبتنتقل المهمة وانت بتاخد خمس تلاف دولار واحترام برضو لنجم القفاح بعدها كده بتخش الجيزي بي تاني تشوف ايه الدنيا فبيبدأ المشهر وبتلاقي تيبون وجيزي بي برضو عادين سوا وبعدها بيجي لتيبون مكالمة تاني فبتقلقوا وبيسألوا انت فين وبيعرفش يقوله فبيقولك طب خليك عصد على القاتل وانا اعرف اوصلا وبتبدأ المهمة وانت بتتحرك على المكان على الخريطة وبيطلع على المكان غلط فبتروحوا للمكانت اللي علي الدور وبيبقى المطار وبيبقى هو المكان وبيقولك ان تستخدم الجهاز اللي بيسكوة الاشارة عشان تعرف هو فين وكل ما بتقربه المؤشر بيزيد فانت بتتحرك لحد ما بتوصله قبل الوقت ما يخلص وبتخلص على الموجودين وبتنقزه وبيطلع اللي انت انقزته ده هو التورين وبيبقى اقتلك وبعدين بيعرفوا عليك وبعدها تتفقوا وتدمروا العربية عشان تخفوا اي اصل للموضوع ده فبتعملوا كده وبتهربوا فاول ما بتوصل المكان ده شرطة البلد كلها بالطريقة ومش عايف لي يعني لزوم الاكشن يعني مش فاهم والله فبتهربوا منهم وبتروح على كاز من الجزي بيه وبتنتقل المهمة وانت بتاخد سبع تلاف دول بعد كده ما باش قدامك غير ووزي فبتروح عليه وهنا بقى يا جماعة حاضر ساعة المشكلة اللعبة بقى بازت يا جدعان ومفيش اي سيف جيم نفعة انها تخش فالطريب بقى عيد اللعبة من الاول فده سبب انه رفعت في فيديو الخميس اللي فات فاني ااسف. المهم ببدأ المشهد وبتبقى طالع الوزي فواعب من الحراس بيقول لك قد بالك عشانه عماء فانت بتقوله ازاي انت عبيت يا ستا ازاي يعني مال كان بيسابقين ازاي. وبيجي لك لك في دماغك بقى وتقام مش فاهم بقى ايف الدنيا فغلب ما بتطلع الوزي بتبدأ تعمل حركات هاب لك عشان تتأكد انه عمى فعلا بيعرفك انه قائد بتاع المكان ده وبيقول لك بقى انه عايزك تيجي معاه في مصلحة هيوريك عسابتهم بتعامل مع التجارة ازاي وكده فانت بتروح معاه وبعدها بتاخدوا المكان وبتنزل وبتمشي وسوى الحد ما هو حمين العصابة بمستخبي بيقول لك ان الله ساجموا عليهم واتلهم وكده وده يبين انه وزي طلع حافة اصلا ولا سوى بتاع طلعت اي كلامية. وبعدها بيجي منهم ناس تانية فبتبدأ انت تقتلهم واحد ورد تاني وبتاخد وزي عشان تهرأ واتفجر العربية اللي بتطرتكم وبتروح على المكان وبتعوزي وبتخلص المهمة وانت بتاخد خمس تلاف دول. بعد كده بتكرر تروح للجراج بتاعة تشوف الدنيا هناك فببدأ المشهر بتلاقي جيزي بيه بيتصل بيك وبيقول لك تقابل في المحاطة البنزين فانت بتقول له خالصة وبتروح هناك فببدأ المشهر وبتخش العربية تستنافق بيسبتك جوه فانت بتبدأ تدلدق بكل حقا والله يا والله يا اصطر. فهو بيتحك وبيقول لك انه كان بيختبرك بس وانت طلعت عبية تباين ملكش في حاجة. فانت بتقول له انك عايز فلوس بس والله وبعدها تروينه بيخش عليكم وبيقول لك على مكان تروح عنده فانت بتروح وبتاخل البزوجة والموتسكل عشان تقتل الناس اللي وقفة في طريق الشاحنة بتاعتهم عشان توصل سليمة فانت بتعمل كده وبيبقى اربع اماكن فانت بتخلص عليهم واحد واحد وبعدها العربية بتوصل سليمة والمهم ما بتخلص وانت بتاخد تسعة تلاف دولار. المهم بتكرر الوقتي تروح للجارج بتاعك. فبيبدأ المشهل وبتلاقي تنبني ووبولاسكي قاعدين مستنينك فبيقول يا رين اما اللي جابي الناس دي تاني. فبيبدأ يقول لك على صحفي بيكتب عنهم كلام مش كويس وبيكتب عن الحاجات اللي هما بيعملوها انت عارب تنبني وحاجات الجميلة بتاعتهم. ممكن يوديهم فداية فعايزينك تخلص عليه وهو اقول لي معك بتبدأ المهم ما بتروح للعلامة على الخريطة فبيتطلب منك انك تفضل ماشي وراء القطر لحد ما بيوصل للمحطة اللي هينزل عندها الصحف. فبتبدأ تمشي وراءه من غير ما يحس بيك لحد ما بيركب تاكسي ومفروض تاخد عربية او اي موتسيكل او اي حاجة وتمشي وراءه من غير ما يلاحظ لحد ما بتوصله المكان كده هو بيقابل فيه واحد صحفي تاني فانت بتقف على بعيد وبتاخل السنايبر بتاعك وبتقتلهم وبعدها بتخلص طبعا ما متاخدش اي حاجة ما هو يتنبني بقى فانت بقام اللي فيها استعبدني يتنبني والله. بعدها بتكرر تروح لهوزي تاني فابدأ المشهر وبعرفك على واحد اسمه شاك فوران فالي. وهنعمل اسمها يا ابن والله انا كرأته بالعافية والله. بيقول لك انه رئيس عصابة الريد جيكو وبعدها بيقول لك انه عايز منك تجيب عربية من المطارة يبقفع حاجاتهم ما محتاجينها فبتبدأ المهم ما وانت بتروح للمكان وبتاخد العربية وبتاخد بعدك وبترجع على المكان المطلوب فطبعا بيتاردك ناس فانا اصلا بستخدم موري الجيش فوصلت هناك يعني تليبورت بقى والكلام ده. وقفت انتهي المهمة وانت بتاخد ستة الاف دولار. فليبقتي بقى ستبقى عندك مهمتين. واحنا عند الجاراج والتاني عنده وزي فانت بقى عايز تعرف هنعمل ايه? فده هنعرف الحلقة الجهة ان شاء الله. ويمن هنا بقى احب اقول لك شكرا اشتركوا في القناة يا الله. سلام.